ايه معنى الفطير او الفطائر في المنام نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويريد تعمله لايك للفيديو ونشوف تأويل الفطير او الفطائر ايه معنى الفطير لازم تركز اذا كان كان حلو ولا كان بدون شيء او كان حادق او الكلام ده الفطير الحلو من الرموز المحمودة جدا وهو من رموز البشائر بس بشائر بايه بشائر في ناحية اولا رزق وده قبل كل شيء هتلاقي ان معظم الرؤى الخاصة بالفطائر الحلوة بتعود على انه الشخص ده هيدخل عليه رزق الفترة اللي جاية بإذن رحمن ثانيا انه فيه كلام محمود او فيه اخبار سرة هتجيلك من حد الفترة اللي جاية فالفطير الحلو بيعود على اولا رزق ثانيا انه اخبار سرة هتنقل لي عن طريق حد طيب الفطير بقى الحادق او الفطير اللي عام بمعنى اصح بدون لهو حادق ولا هو حلو المتعارف عليه ده بيكون حلو لا ده بيكون من رموز الانفطار او الحزن او الديق فلو شفت انه حد بيهديني الفطير الحادق مش محمودة لان ده معناه انه فيه هم فيه حزن فيه ديق حييجي ولو حد قدمهولي معلوم اعرف انه الديق جاية عن طريق الشخص ده او انه الهم جاية لي من ورا الشخص ده فانتبه واحذر جدا من الشخص اللي بيقدملي الفطير في المنام واركز جدا في تصرفاتي معاه الفطرة اللي جاية ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء لاخوتنا والسلام عليكم